طبعاً وبكرر تاني السالب اللي موجود هنا هنعرف إزاي كمان شوية نضعه في القانون إم تحط سالب وإم تحط موجب تعالوا نشوف اللي بعد أول ملاحظة عندنا بيقول إن القوة تدفع الكهربية في باتري لدائرة مغلقة تعبر عن الشغلة أو الطاقة اللازمة لتحريك الشحنات الكهربية عبر الدائرة كلها مرة واحدة اللي كنا بنجيبها من القانون في باتري بتساوي I ف R توتل زائد R سمون طبعاً ده بيراجح حاجات حناخدها في قانون كيرشوف أو محتاجينها في قانون كيرشوف الملاحظة التانية بيقول لي فرق الجهد الكهربي V يعبر عن الشغل المبزول أو الطاقة اللازمة لتحريك الشحنات الكهربية عبر جزء من الدائرة يعني V بتساوي I R معنى الكلام ده بيقول لي إوعى تنسى إن في قانون أم للدائرة المغلقة كانت القوة الدفعة بتساوي I ف R إكوال أو R توتل زائد R سمون وما تنساش إن فرق الجهد اللي في الدائرة بقدر أجيبه من I ف R الملاحظة اللي بعديها بيقول لي إن قانون كيرشوف للطيار بيستخدم في دوائر التوازي لازم أستخدم القانون ده في التوازي بيقول لي ليه لأن الطيار يتجزأ في كل فرق وكان طبعاً قانون كيرشوف الأول لازم يطبق في نقطة تفرق يعني طيارات دخلة وطيارات خارجة الملاحظة اللي بعديها بيقول لي يعد قانون كيرشوف الأول تطبيقاً لقانون حفظ الشحنة لسه إلنها من شوية ليه حفظ الشحنة لأنه قلنا كمية الشحنة الكهربية اللي دخلة في نقطة تساوي كمية الشحنة الكهربية اللي خارجة منها حيث I طبعاً بتساوي Q على T وطبعاً فصرناها قبل كده في الحلقات الأولى ولسه من شوية الملاحظة اللي بعديها يسمى القانون الثاني لكيرشوف بقانون حفظ الطاقة ليه لأن الطاقة الناتجة من البطاريات تساوي الطاقة المفقودة في المقاومات في المصاري المغلق طبعاً الطاقة المفقودة في المقاومات قلنا على شكل حرارة أو على شكل ضوء لو كان مصباح والطاقة الكيميائية موجودة في البطارية عشان كده بنقدر نقول أن الأساس العلمي لقانون كيرشوف الأول هو قانون بقاء الشحدة بينما قانون كيرشوف الثاني هو قانون بقاء الطاقة